موسيقى يبدأ الخلاص بالتوبة رجع إلى نفسه والتوبة دي أمر مهم بيرجع إلى الشخص نفسه الإنسان فشل في أنه يشبع من العالم فشل بأن يحقق ذاته في العالم فشل بأنه يصل إلى هدفه في هذا العالم بيرجع إلى نفسه بيتوب للرب وكما قلت أنه في إنجيل لوقة أصحاح 18 رب يسوع أعطى مثل ممكن نشوف منه التوبة بيقول أنه إنسانان صاعدة إلى الهيكل ليصليها واحد فريسي والآخر عشار الفريسي وقف يصلي طبعا الفريسي ده إنسان متكل على ذاته معتبر نفسه أنه بار غير محتاج إلى تبرير غير محتاج إلى الرب بأعماله الشخصية ممكن يدخل السماء بيقول كتاب وقف يصلي في نفسه هكذا قائلا أنا أشكرك أني لست مثل باقي الناس يعني هو مش زي الناس هو ده راجل سوبر يعني مش زي باقي الناس وبعدين قال مين باقي الناس قال الخاطفين الظالمين الزنات أنا لا خاطف ولا زاني ولا سارق ولا مثل الناس دي أنا مش زيهم وبعدين بص كده بيعنيه لأواحد عشار داخل علشان يصلي قال ولست مثل هذا العشار طب أنت بتعمل إيه الكتاب واضح هنا ده اللي بيقول الكلام ده يا أخ نزار الرب يسوع مش الأسيس إيميل بوترس لا الرب يسوع بيقول في لقى 18 عدد 12 أصوم مرتين في الأسبوع وأعشر كل ما أقتنيه يعني أنا في يومين في الأسبوع بصومهم وبعشر بدفع عشوري عشور كل ما عندي صلاة الراجل ده ما وصلتش للسماء الرب ما سمعهاش بدليل أنه لما جاء الراجل التالي الخاطئ العشار اللي شعر بخطاياه يقول أم العشار فوقف من بعيد لا يشاء أن يرفع عينيه نحو السماء بل قرع على صدره قائلا اللهم ارحمني أنا الخاطئ شوف الرب يسوع نفس اللي هو اللي بيقول كده أقول لكم إن هذا نذل إلى بيته مبررا دون ذاك ذاك اللي هو الرجل اللي معتمد على نفسه على بره واللي بيعشر كل ماله واللي بيصوه مرتين في الأسبوع يعني الرب ما قابلوش ما قابلوش لأنه الرب ما بيقبلش إنسان متكل على ذاته وعلى بر نفسه عمالي يظهر حاله قدام الرب الرب قاله لأ أنا عاوز أنت تتكل علي وأنت تطلب من الغفران الشخص التاني العشار قرع على صدره قائلا اللهم ارحمني أنا الخاطئ نزل إلى بيته مبررا دون ذاك